خوتي مغربة السلام عليكم هاد نهار 19 مايه 2023 جمعة مباركة الله يرحم جميع الأموات دينا ويشافي المرضى إن شاء الله في الأول دي لهاد الفيديو ما يمكن لي إلا نعبر مرة أخرى التضامن ديالي لامشروط مع الأستاذ زيان واش كتعرفوا بأن المحكمة أكدات أنه غايدو وزد السنين ديال السيج النافذة السيد في 80 عام السيد ناقيب المحاميين السيد وزير حقوق الإنسان الأسبق وعيقه إمتى غا يكون عندنا شي انفراج حقوقي في المغرب ويتلقوا الصحفيين تلقوا المناظرين تلقوا هاتشي وانطوا هات الصفحة التي تسيء إلى صورة المغرب على المستوى الدولي ولا عيقوا بزاف هذه القادية ديالأستاذ زيان إمتى انفراج حقوقي كتعرفوا وليت مقتنع أن شي جهة في الدولة كتدفع صحفيين كتدفع مناضلين كتدفع نحو التطرف ومن كي يطرفوا هات الناس هادو ولا يهاجروا المغرب يهربوا ولا شي حاجة توقع وكي يطرفوا ضد الدولة وضد المالك وضد بزاف الحويج هاد الجهة اللي في الدولة اللي دارت هاد الفضيح كلهم بغت برشي سياسة كي ما بغت تكون واش ميزانيات واش دك شي غامض غامض ما نفهمش هشو ما مرة أخرى كل تضامن مع الأستاذ زيان هل نرجع الفيديوهات اللي درت هاد الأيام حول التواصل إمتى وزارة الخارجية دينا غادي يكون عندها ناطق رسمي باسم الخارجية المغربية وكي ينضم مثلا واحد نهار في الأسبوع ندوة صحفية تتحضرها الصحفة الوطنية والصحفة المعتمدة بالمغرب ويجيوا لها حتى الصفارات ماشي مشكل كيف كيدار في جامع الدول الديمقراطية ويجاوب وشي واحد يكون كفاءة ويعرف كيف شي دريب لي ما شي مشكل المهم كي تواصل عرفتوا علش دير هاد شي علش كنتكلم على هاد مشكلة دي التواصل في الخارجية لأنه تراو جوج دي الحويج ماجور في هاد الديبلوماسية دينا كتعرفوا كينا الضبابية في العلاقات بين المغرب وموريطانيا ما فهمناش هش واقع الجزائر عرفناها هذيك العادو اللادود التاريخي اللي احنا ليهم هما ماشي اعداءنا ولكن احنا اعداءهم نظام عسكري ديكتاتوري كيخدم اجندة شخصية ويخلق عادو خالقوا المغرب وفيهم هما مراد نفسانيا مشي حاجة سميتها المغرب اتكلم عن النظام الدكتاتوري العسكري الجزائري ما عرفناش هش واقع بين المغرب وتونس الخارجي دينا ما كدويش توح ما كدوي في العلاقة شنو واقع كتعرفوا بأن امريكا وامريكا الحليف دي المغرب امريكا هي اللي في 2020 امريكا ديال دونالد ترامب اللي اتفاقية ابراهام باش درنا التطبيع مع اسرائيل اسرائيل الى يومنا هذا لم تعترف بمغربية الصحراء ما العلم ان اسرائيل جل المسؤولين اللي كينين في الهرم ديال القيادة ديالاسرائيل عندهم اصول مغربية عليا شنو شو واقع علياش اسرائيل لم تعترف بمغربية الصحراء انا حيرني هاد الامر هذا فين غادي نجيكم هو في الاتصال الهاتفي ديال بلينكن مع بوريطة مؤخرة هاد الايام اللي فاتو هو التاصلوا قالوا دواوا على سوريا دواوا على القمة اللي كيندبه في السعودية تكلموا على بزاف ديال الامور ومن بعد صدروا واحد البيان ديال الخارجية الامريكية واحد البيان اللي كيوضع الضبابية في الموقف الامريكي بخصوص ميل في السحراء اولا اللي كيبان واللي كيبين بانا كينتراجع ديال الادارة الامريكية بخصوص ميل في السحراء كتعرفوا في الفين وعشرين دونالد ترامب ومشا حتى كيقول السحراء مغربية ومشا وتغادي حلو قنصلية في الداخلة ونزل السفير وهذا وهي لا لا وكيقلبوا على الارض وغايدوا يبنيوا تراجع في هاتشي كامل المناورات العسكرية اسد الافريقي كانت غا تشمل اقالي من الجنوبية حبسوها مكتش منش تمام لنك كيش يحويش اللي منفهميش ولكن اللي بيانة شنوجة فيه واسمعهم زيان وعليش كي نقول التواصل من المفروض للناتق الرسمي بإيسب الخارجية المغربية يخرج ويدوي ويتكلموا الصحافة وعلى شاسي ديال هاتشي وكيفاش كيقول اكد الوزير بلينكن دعم الولايات المتحدة الامريكية الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة فيما يكتف عمليات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية بغية التواصل إلى حل سياسي دائم وكريم لشعب الصحراء الغربية والمنطقة قولي يا هدرا مشي جزائر ربعين مشي بيان ديال الجزائر اللي صدرها كيفاش الخارجية الأمريكية تتكلم عني شعبي الصحراء وأتحدى مرة أخرى أمريكا تحدد لي من هو شعب الصحراء غير تحده احنا ما قلنا وعله تعطينا غير المقويمات دياله شكونا هو تعطي لنا والله لا حداته وما يقدروش وهذا هذا الكلمة اللي تزاد شعب الصحراء الغربية وهذا استفزاز للمغرب أنا كنت أسميه استفزاز للمغرب والمغرب مدوش ووزير الخارجية مدوش وإحنا الآن الجيش الأمريكي هو في أقادير ووصل المئات من الآليات العسكرية والبواخير وما يوصلوا كل شيء وإحنا في المناورات العسكرية اللي غتبدأ قريبا الأسد الإفريقي علاش أمريكا ما قلناش لها والضحية للا الموقف ديالك يا معانا يا ضدنا يا إما تشدي العصام للوسط ولكن بطريقة إيجابية علاش معناش موقف حاسم واسكتنا بحل ديك العبادة بوريطة بحيي لما بردله الماء في الركابي وبقى كيتفرج ما فاهمش ما عفتش كين شي حاجة لي ما فهماش في الموقف الأمريكي الضبابية في الموقف عشنو بغوا منا واش بغوا منا مازال أكتر من هاتش من التنازلات واش بغوا شي مصاليح واش بغوا شي حاجة أنا مهم الله أعلم غير هاتش لا يبشروا بالخير الطامة الكبرى وها خلينا الخر مبخر الدولة الإيطالية إيطاليا دولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي كتفتح قنصلية ديالها بمدينة تيندوف ماشي مو خيمة تيندوف مدينة تيندوف وكيجي السفير الإيطالي بمدينة تيندوف وكيقول حلين هاد القنصلية باش نتريطيو الفيزات لساكنة وللاجئين الصحراويين واسمعوهم زيان دبا هذا السفير الإيطالي لأول مرة في تاريخ ملف الصحراء أن دولة أوروبية كتدير هاد الخطوة هاتي هاد الخطوة السلبية اتجاه المغرب لأنه باش تحل في تيندوف استفزاز للمغرب موقف عدائي للمغرب وثابت معروف هاد القادية هاد اش نوقع واش يمكن لنا دبها الصحافة المغربية والصحافة المعتمدة يمكن لها تساءل بوريطة وللناطق الرسمي بإسم الخارجية المغربية شرح لنا اس بوريطة اش هاتش اش وقع ومن حقنا احنا كشعب مغربي نعرفو اش وقع خس تواصل احنا الشعب المغربي حوالي 40 مليون ديال المغربة ناس كان فكره الناس عندهم الكرامة الناس كيبغيوا الوطن ديالهم وبلادهم الناس خسكم تخبرونا احنا ماشي بهاين بقعوا ساقلين وقدوا يكدروا اللي يبغيتو لهذا اللي يبغاه والأخر ومبعد تنفد عليها لا نعرفو باللول تيالا كان مشكيل وانجندو ونضو الأحزاب وهذا وكيفه شو علاشو وديبلوماسية وكلو حدي يلعب الدور ديالو ممكنش هاتسقيل وهذا الجمود وتشوحد ماكيدوي الإيطاليا إيطاليا تفتح قنصلية في مدينة تيدوف وقال لك راهدرناها الساكنة ديالتيندوف واللاجئين الصحراويين سافير الإيطالي بالجزائر وكيخرج واحد الموقع إلكتروني اللي تابع للدولة احنا في المغرب وكيقول لك الجزائر شرعت إيطاليا وشوفوا الهضراء الخاوية أي حاجة طرعت الجزائر اللي شرعت مع عمرك نتكلمو على فينا الانتقاد الذاتي لطقتك أشنو اللي درنا ماشي هو هادك مع إيطاليا باش دارت هادشي علاش لما فتحت وغير زد ديك الكلمة ديال اللاجئين الصحراويين وزارة الخارجية ديالنا ما عيطتش للسافير الإيطالي في الرباط وتقول لاش سيف لا نش هادشي ونعيط للسافير ديالي ماشي أزمة ديبلوما سياسية ووضح الموقف ديالك وإلى اللي تفتندوف حليا قنصوليتان في الداخلة وقرب المصالح القنصولية الإيطالية لساكنة المغاربة كلهم اللي كيني عنا في الداخلة ولا في مدينة العيون بحل بحل لأن حتى احنا من كي طلع من الداخلة الضار بيضان لأنها أقرب نقطة في نقدروا يدفعوا الفيزات رهات قريبا ألفين كيلومتر هذيك ره بحل بحل علاش ازدواجية الخطاب في الجزائر وفي المغرب دابا اسبانيا تهي لعبة معنا هكا وهاكا ره ما اعترفت لمحكم داتي ولا بتحاجة الموقف دي ربقى هو هو غير باش تفهمو العلاقات عودتاني تاسبانيول كيفاش كيشوفوا المغرب وكيفاش من سقوط غرناطا الى الرسالة الاخيرة دي البيدرو سانشيز الى محمد الساديس كين واحد الكتاب عجبني أنا قريته وعجبني دي الصحفي الحسين المجدوبي المغرب في الفكر الاسباني هذا غدي تستفدو منه بزاف رمو حلوش تلقاوه في المكاتيب ولكني خسكم مول مكتاب راتانش حلو وانا كانت سنا فيه لان تشرا تباع واحد الواتيرة زوينة غد تفهمو اسبانيول كيفش كيخمو وكيفاش كيشوفو المغرب هنا في غد تفهمو الدبلوماسية دابا كيلي كيقول لك ريدا عفاك الدبلوماسية عرفتي بأن نارها واحد الوزارة اللي مدخلاش الحكومة وعندها لها كيل ديالة بوحدة وخليهم يدروا اللي بغو غدي نقول لكم لا اكبر خلط هو تخلي ومسؤولين ديولنا في واحد المنطقة اللي راحة ينزون دو كونفوخ مرتاح عارب ان الشعب ما غديش يسألو وتوح ما غيدو معاه وبإسم قضية صحراء ولا ما عمت شنو ولا هدي تابع ما غديش يسألو التشي واحدة لشي حجرة كلما ضغطنا على المسؤولين كلما كان ساعدوهم باشي كل الاداء مقاد ومزيان لو كان دا بالمغاربة والأحزاب وكل شي ضغط على الخارجية بأننا بغينا ناطق رسمي وبغينا كل أسبوع ندوة صحفية كل أسبوع كين أحداث كيترا بغينا نسألو على موريطانيا والمغرب بغينا نسألو فين غادين فين واصلين رأى على حسب التنمية دي البلدنا خدامين كنشريوا الأسلحة كنغرقوا بالكريديات كنناخدوا ما عفت شنو من الكريديات كتا نزولت وهذا باش نتساقو حنا والجزائر شكول اللي غادي يكون أقوى عسكريا ما العلم أن الجزائر حمق أن الجزائر النظام الدكتاتوري الجزائري العسكري مشغول مفتحها لف شعب لف تنمية لأولو كيشريوا بحل دقي الدروغري المصامر والقصادر وكيعمروا ما عندهم مش مشكل وحاجة أخرى بين الخلاف بيننا وبينهم أمريكا الحاليفة المغرب أنتو مشتوش دائرة لنا روسيا معمرها تخلى على الجزائر حنا مني كان بغير يشريوا الأسلحة من أمريكا حتى كيدوز في القونغرس ويوافقو هذا ويدوز وعادك ساعة كيبيع لك وبالتمان وكيفاش والتنازل روسيا كاتهدي الحاليف ديالها الجزائري الأسلحة كاتش لي شي حاجة مي كاتهدي كاتعطي هل المشكل فين كين نك فين غادي حنا ها بش مزيان التواصل عفاكم ما تخليوناش فضرغ فلون وحنا محتاجين عرفوا بلادنا فين غادي بغينا نفهم موريطانيا بغينا نفهمه تونس بغينا نفهمه مع اسبانيا وقادي تسبتا ومليليا وراكين موقف المغرب هو راح تراجع شي شوية على القادي ديالجاماريك في تسبتا ومليليا بغينا نفهمه أشوى قاعد بالمغرب وفرنسا فرنسا كاتاهم بأن تنصوت وهدي وهدي وهذا خصوص ناطق الرسمي يقول بصح ونمش بصح بغينا نعرف إيطاليا شوى قاعد معها بغينا نعرف الدول سكوندنافيا راكين شي حاجة كتبخ فينغاديا أمريكا شهاد الموقف اعطى الله من ما بغينا نعرفه على السياسة الخارجية ديال بلادنا نحب هذا الوطن وما بغينا شي حاجة خيبة طراليه ولكن ما بغيناش المفاجأة وبغينا تحنا نكونوا دولة قوية عنا جميع الأليات باش نكونوا واحد دولة العظامة ولكن والمسؤولين ديالنا الله ديال والطم ما يمكنش أرح ما شي الطم لأن سرية ولا شي حاجة لا 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 لأن ما قادرين شي تواصله لأنك يخاف تقول شي حاجة وتحسب عليه لأن ما شي شجعان يدير هو يتحمل المسؤولية ويدرف الطبلة ويعرف كيف يدريب لي ويعرف كيف يتكلم ويتحمل المسؤولية وما غديش يزقلها الله يدير شي تصويب هذا الخير والله يحفظنا ويحفظكم والصحراء مغربية وغاتبقى مغربية إلى الأبد وغال لي بغاوه وكره اللي يكره وما شغلناش في هذا شي المهم هي التنمية ديال المغرب كامل لا فرقة بين وجدة والعيون والداخل وبجريف ولا ما عاد فيه وما شغلناش في هذا شي كامل احنا بغينا التنمية وما شغلناش للجزائر نحو التسلح على حساب التنمية ديال البلاد الله يسر أموركم وإن شاء الله خير شكرا